اليوم راح نحكي عن السماء عاملنا شف بايش مستخدم السماء اليوم بالسلطة عاملنا بالسلطة اليوم ان شاء الله لانه هاي من الاشياء اللي احنا منستخدمها بالاكل الصحي احنا عنا دائما مشكلة بالملح انو الناس لازم يملحوا كتير عشان هيك يبرز النكهة فاحنا باساسيات الطبخ الصحي منقول بالعكس ما نستخدم بهارات نا نستخدم عشاب عشان نخفف من استخدام الملح حتى لما تضيفي سماء اصلا مرات ما بتحتاجي للملح كله لانه بيعطي حموضة كتير مفيدة فاحنا دائما منقول هاي اول يعني في عنا عدة خطوات للناس اللي بديخففوا من الملح من اكلهم لانه منعرف انو استهلاك الملح هلا او السوديوم صار كتير اكتر من المطلوب يعني معظم الاشهاص عم بيستهلكوا كتير اكتر من الكمية المسموحة في الناس اذا كان بالشيبس اذا كان بالسناكس فاتخيلي كمان الاكل مالح ونفس الاكل اللي بيشتومه مبرة من المطاعم اصلا مالح فيه او السبت ملوحة عشان يعزز الطعن بالضبط فاحنا بالطبخ الصحي خاصة للناس اللي عندهم ضغط عندهم مشاكل قلب ارتفاع كولسترول جهنيات صحي نقولهم نستخدم النعنع نستخدم الاوريغانو الاعشاب السماء سماء على اللبنة السماء بالساندويتش بدل المخللات عشان نخفف من كمية الملح ونفس الشي السماء نفسه كتير مفيد وفيه خصائص مفيدة جدا السماء اول اشي فيه مواد بنسميها انتي فيرل انتي باكتيريال شو يعني يعني مواد مضادة للباكتيريا والفيروسات احيض فبالتالي بيحمي الجسم وبأويل مناعة فهاي اول اشي بدنا نعرفه تاني اشي كمان بيساعد على خفض نسبة السكر في الدم والدهنيات صحيح بالاكلات اللي احنا منجهزهم لمرضى السكري للدهنيات يفضل انه ندخل السماء يعني احنا معروف السماء شيف مع الجعج صح؟ المسخن تحديدا تير بالباق تير بالباق مع المسخن بس في شغلة انا بنصح المشاهدين انهم يحاولوا يصنعوا او يسووا السماء عندهم يعني لقوب لانه عم بضيفولوا الان ملح ليمون حتى سير فيها العموضة اه يعني اذا كان في مصدر اه انه انا ثق انه بس سماء طبيعي افضل طبعا مية بالمية للأسف هاي مشاكل يعني بعض المحلات اللي ما بكون مية بالمية مية بالمية فاحنا احسن او نزرع بالبيت يعني شوه يا طبعا هي شوه شجرة كبيرة يعني شجرة كبيرة بس بالموسم بمنطقة الفحيس منطقة عجلون فيه فيه بيبيعوا اوغانيك مية بالمية وطبيعي اوه طبعا طبيعي مية بالمية اوه طبعا ممتاز فمنضيفه على السلطات فمنقدر نضيف السماء عدة اشياء بما انه له خصائص مفيدة انه بساعد على زي ما حكينا فيه مواد مضادة البكتيريا والفيروسات بساعد على خفض نسبة السكر في الدم ومفيد للناس اللي عندهم دهنيات فمش بس نخليه لطبخة المسخن لا طبعا لا على السلطات للفطاير مثلا السلطات بيعطي نكهة كتير طيبة مشاهية واصلا كان يستخدم من زمان بالطب القديم يعني بالعلاجات الطب القديم نحنا دائما هاي الاعشاب يعني زيها كل انواع الاعشاب العطرية واللي لها نكهة مفيدة جدا كانت تستخدم من زمان في الطب البديل لانه ما كان فيه ادوية كان كله يستخدموا هاي الاعشاب وغيرها عشان يساعدوا انه يخففوا من المشاكل الصحية اللي بتعرض مية بالمية طيب فيه سعرات حرارية كمان؟ لا 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 هون ما فيه سعرات بتطمن لا ابدا ما فيه سعرات حرارية لا يسكر هو بيعطي اصلا احنا شو ما نضيف عليها يعني من رشة رشة على السلطة وكذا بس على المسخن لا ولا منسخة بس ينضاف بما انه ما هو نضيف على المسخن ما بتكونها الكمية الكبيرة اذا حسبتها على كشف كبورشن يعني صح 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 ها بتظل كمية تحت السيطرة والمسخن على فكرة ممكن ان نعمل بطريقة كثير صحية لا اولينا لا المسخن صحية طبعا كبير طبعا فيه ناس بيشوفي الطريقة القديمة مش هيكة بيحطوه بالزيت اه بيقصوه بس احنا نقدر نحطه بماء تلجاج لا اعطيك طريقة احلى منك يلا شرح لحتى تحضروا مسخن صحي ضيفوا البصل المقطع الى شراح او مكعبات على الطنجرة من دون اضافة اي نوع من الزيوت ايوه اطبخوا اطبخوا بعد سويا حتلاقوا فيه مي بالطنجرة حتبدأ تنشف المي بعدين بتحطوا قد ما بتكم زيت زيتون يعني بالقدر كمية بسيطة في الجان صغير هيك بيظل صحي ومفوش زيت كثير والله فكرة هاي فكرة حلوة هاي مجربي هاي هاي مجربي طبعا وفي ناس بحط الخبزة كمان مع مية الجاج طبعا ما فيش مانع اضافة مرق الدجاج شوي اه نعم لانو بدل ما نسأسئها بالزيت الزيتون احنا منحطها بمرقة الجاج ناس انا بعرف انه بالزيت طبعا اطيب هو بالزيت اطيب انا من جماعة انه تسبيح لا انا معك شوف انا معك مشوف تسبيح لكن قرضو في ناس بحاجة انهم يأكلوا زيتك بس اسمعي روان متعب يعني للناس اللي عندهم قلون قلون المصيفة مشاكل احنا زيت الزيتون مفيد جدا جدا ولكن مش بقوله زياد اخو الماقص مية في المية طبعا هذا كمان بالطبع بالتغذية اي اشي زيادة عن حده رح يضر يعني بالاخر حتى لو كان زيت الزيتون مفيد لو كترت منه رح ي حتى لو عندك مشاكل قلبية رح تضر حالك رح تستفيد دكتورة في جاجتين بحط عليهم لتر زيت كمان والله كثير طبعا في ناس يعني ما بيعرفوا قديش بحطوا زيت بيبالغوا بيبالغوا اه 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 تضبط مية بالمية اه 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 على فكرة انا من اول الحلقة بضحك لان انا عبدالله لك وبتنمر على الشف يا حرام حاطت الشف براسه حابني اليوم يسلمني اليوم بش ادري صرت اضحك بس والله يا عبدالله انو كلامك صحيح لا والله كلامك صحيح لا طيب احنا بدنا قبل ما نتشكرك روباب انو هاي اخر حلقة فانا عن جد بحب اتشكرك مش بس كزميلي ولكن ايضا كصديقة ورفيقة يعني عن جد حلت السنة بوجودها بحياتي انا شخصيا يعني واكيد حليتي البرنامج اكيد برنامج مطبخ رؤية بوجودك ودائما دائما بتساعدني صراحة كل ما ينزل وزني اعرفوا انو روباب الحمدلله بتساعدني دائما تبعت لنا برامجنا وبتساعدنا وبتدللنا يعني لازم عن جد نشكرها على هوا لانو مش بس هي صديقة وفية واخت مخلصة بالنسبة الي هي كمان ايضا مستشارة تغذب داعم تغذب داعم تغذب انا عجبني تعليق عبدالله الان اه اقول هي رفيق الدرب من 11 السنة اه اه وهذا كلام جميل اه الله اه الله اه الله بعدين روباب شوفوا لازم نحكي بانو احنا اخر السنة ورباب ما رح تكون معانا بحلقة اخر السنة روباب انسانة نقية ومن اول يوم شفتها لليوم ما تغيرت علي باشي الله يدين محبتنا اصيلي 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 لازم نحكي فهذا اشي شهادة فالله يدين محبتنا روبي ان شاء الله دايما طول العمر كل عام تخير اكيد كل عام وانت خير سنت خير على الجميع يا رب والسنة جديدة نجاح تألق ان شاء الله طول العمر شكرا لولا ومراح بتقولك كمان هي بتحبك كتير انا بحبهم كتير انا بحبهم عن جد والله عن جد نفسي يعني عم بدي ادمع صراحة لانه عن جد ربا من الناس النقية من بره ومن جوه حلوة من بره ومن جوه ما شاء الله عليها دكتورة ما شاء الله عليها كل اقتراف له ان شاء الله السنة الجاي سنت خير نجاح لانك بتستاهلي لتعبك اللي بتتعبي وانا بشوفه بعيني بتي بتتعب على شغلها بتي عندها شغف كيف انا بقولك شف شغفك ما شاء الله عليها ما شاء الله الله يحميك شكرا يا روان نشوفك ان شاء الله ستاني الجاي انا بشوفك ان شاء الله